بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وكفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتمهم فشد الوساق فشد الوساق فإما منا بعض وإما فداء فإما منا بعض وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفا ولهم فيها من كل السمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسهروا ماء حليما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتا فقد جاء أشراطها فأنا له إذا جاءتهم ذكرهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا له لا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتموا إن توليتموا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتذبرون القرآن أم على قلوب أخفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربونه نواهم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرينا كهنوا فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم قاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتموا إن توليتموا أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أخفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم أسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون هدوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرموا رضوانهم فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض ألن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأرينا كهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ولنبلوا أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاق الرسول وشاق الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضر الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا وسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهو كفار ثم ماتوا وهو كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلى لون والله معكم ولن يتركوا أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعم وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكمها فيحفقموا تبخلوا ويخرج أضرانكم هانكم هؤلاء تدعون لتوفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ويظهركم ثم لا يكونوا أمثالكم